أقول موتوا بغيظكم إلى إعلام الإخوان ومرتزقتهم موتوا بغيظكم ها نحن هنا ندافع عن بلدنا ندافع عن وطننا ندافع عن كرامتنا ندافع عن جيشنا ندافع عن قراراتنا ندافع عن قياداتنا ندافع عن حقنا نواجه تحدياتنا أما أنتم فلا قضية لديكم إلا قضية البقاء خدم لدى السلطان العثماني أنتم خدم لدى هذا السلطان الفاجر المتجبر وإن شاء الله بإذن الله عما قريب ستداسون بالأقدام عما قريب ستكونون تيها في كل مكان في العالم إن شاء الله قريب جدا 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 هنفرح فيكم والشعب المصر كل يفرح فيكم ده كان مقدمة قبل أن أبدأ لازمة وواجبة حدثين حصلوا شفت بعيني ومنعتي زادت لما شفتهم بيهجموا زيادة وأيضا ساعت كانت مضعفة لما اخترت في هذا المكان وهجموا هذا الاختيار فقلت الحمد لله أنا في الطريق الصحيح في الطريق السليم إذا كان لا قدر الله أحدهم أشاد كنت هخاف هستشعر الخوف أن فيه حاجة عندنا غلط وإحنا بنقول تاني سنحاسب هنا أمام الله أول أمام الناس أمام الوطن وأمام التاريخ وفي القلب وفي القبل أمام أنفسهم